أنا كنت عايزة أسأل حضرتك وندخل في اللي جاي بس هنروح ليه بس عايزة أسأل حضرتك قبل ما ندخل في القادم لأن الناس عايزة تسأل زي ما بقولها هل اللي فات أكتر ولا اللي جاي أكتر إيه اللي مطلوب مننا لأن أنا اتسألت وسألت السؤال ده يعني أنا مثلاً كإعلامي كرئيس حزب كعضو حزب كرئيس تحرير في الأهرام العربي يعني كل الأطياف إيه اللي مطلوب مننا كلنا عشان ننجح الحوار الوطن شوف يعني خلينا أقول لحضرتك على حاجة يعني من لم يقرأ رسائل هذه المبادرة يبقى عنده مشكلة وبالتالي هي الفرصة دي لابد أن تستثمر بكامل تفاصيلها من كل القوى السياسية ومن كل الأحزاب ومن المواطنين المؤيد قبل المعارض وأن ينظر لهذه المبادرة وهذا الحوار نظرة نظرة المسؤول نظرة المسؤول متؤكد حاجة دايماً مسؤولية المسؤول لأن دايماً دا الضابط بص شوف لا أمل في شيء دون مسؤولية خد بالك لأنه عندما غابت المسؤولية سقطت العاصمة العربية خد بالك دا عنوان دا جدير آه أيوة فهنا لازم أنه كل الكيانات والقوى السياسية تدعم هذه المبادرة وتدعم الحوار وتدعم المشاركة وتؤكد على المشاركة وأن ترتدي نظرة بيضة بمعنى تلبس نظرة بيضة مش نظرة سودة لأنه لما أنت تلبس التفاعل والتو أيوة 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 نظرة بيضاء لأنه مش معقولة أنه أنت يعني يعني البعض يعني أنه ما لم تتحقق مصالحه الخاصة الضيقة يرى كل شيء اسود لا أو مظلم لا على الإطلاق فيه دولة وفيه مؤسسات دولة وفيه مقدرات شعب وفيه تفاصيل مهمة جدا أعلى وأسمى من النظرة الضيقة والمصالح الضيقة وبالتالي هنا طيب ما حدث ما حدث لم يكن من قبل موجود طيب الطريق ممهد لكل القوى السياسية والأحزاب أنا يعني بقولك شهادتي من داخل مجلس الأمناء أنه الطريق ممهد بكل القوى وبالفعل وأنه يعني الفرصة الوطنية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية وحتى على مستوى تواجد الكينات والأحزاب السياسية في الشارع موجودة بكل القوى الزكي من يغترم هذه الفرصة صاحب الأهداف الوطنية الكبرى يعني أكيد هتنغم مع أهداف هذه المبادرة وهذا الهوار وبالتالي على الجميع على الجميع أنا أدعم هذا الهوار وهدعم هذه المبادرة وناخد خط كده ونقول أنه 3 مايو بداية جديدة للمشهد السياسي وللشارع السياسي المصري طيب هذه البداية إحنا بنرسمها بأيدينا خد بالك بنرسمها يعني ما هو أنت عايز تعارض أنا مش ضد المعارضة بالمناسبة المعارضة البناءة مش ضدها المعارضة الوطنية مش ضدها لكن إنك عايز تعارض من أجل الهدن لا معلش غير مسموح غير مسموح مش لقيه أنا بتكلم عن الحوار الوطني فاهم فاهم غير مسموح لإن أنا مواطن عشت أيام سوداء وأتمنى ألا أعيشها لنا ولا أولادي ولا أي حد مصري وبنقول كلمة ياريتنا نرجع فإحنا عندنا فرصة البداية بقى وبتقول حقيقة شدينا الخط عايزين نبدأ البداية الصحيحة ما نقولش نرجع تاني وأنت شريك في البداية بزبط وأنت شريك في البداية ترجمة نانسي قنقر